موسيقى صباح الخير مرة أخرى وأنت تتجول في معرضه الذي أقامه في عمان أو تتجول بين لوحاته الكثير المنشورة عبر الشبكة العنكبوتية لا يمكن لك إلا أن تسأل كيف تمكن هذا المصور الفوتوغرافي أن يلتقط هذه التفاصيل أن تتقف أمام صور تنطق لكل واحدة منها حكاية بإمكانك أن تجدها أنت أمعنت النظر في الزوايا والمنحنيات والظلال نهيك عن قدرته على استخدام الضوء خير استخدام لتكون الصورة عندك مكتملة أو أن للحكاية بداية وحبك وخاتمة فمن هو الذي يفعل كل ذلك؟ هو ابن الكرمل أقصى شمال فلسطين حيث ولد وتربى وعشق المكان أكثر هو المصور الفنان عصام التلحمي نصطديفه اليوم في فقرة سيرة مبدع هذا الفنان المبدع صباح الخير صباح الخير بداية بدي تحكي لنا متى اكتشفت ميولك للتصوير يعني تأيبا بأي عام وشو كانت أيام هالكاميرات اللي بتستعملوها؟ تصويرا بلاشت فيه من حوالي أربعين سنة تعلمت تصوير تعلمت لما كان الفيلم الأبيض والأسود كنا نصور في الشريط الفيلم اللي كنا نعمله اللي بتحمد اللي بتحمد كنا نعمل تحميد ونعمل الصور هاي كانت بدايتي بدايتي سنة حوالي سنة الثمانين أرفتعمية وتمانين بعدها فتت تعلمت في كلية الفنون الجميلة تعلمت الهندسة المعمرية وضليتي مع التصوير بس كانت تصوير عادي كل السنين تصوير عائلي تصوير مناظر عادية بس من شي سبع سنوات تخريبا لما بلشت رجعت للتصوير في الكاميرات الحديثة وحبيت أعمل الأشياء اللي أرسم في الكاميرا يعني أنا كنت أرسم كل عمري كنت رسام أرسم في الزيت وفي المي فتت على بجالة تصوير أقول إنه أرسم في الكاميرا ومعرفتش ما اكتشفتش ما حسيت حالي لأنا مكتشف مكتشف قديش الكاميرا أعطتني اللي كان نخصني كل عمري كل عمري أنا كنت أشوف المناظر أشوف الأشياء في عيني بس كنت كل الوقت أتخيل إنه هاي بس تصير عمري خمسين سنة أو ستتين سنة بدي أمسك الريش وأرجع أرسمها اكتشفت إنه أنا بخضر أرسم هاي الرسومات اللي كانت كلها عباي في داخلي كل هاي سنين اكتشفت إنه ما بخضر أرسمها في الكاميرا وحسيت إنه الكاميرا عم تطيني اللي كان نقصني اللي كانت أططني الضوء أططني الكمبوزيشن أططني البرسبكتيف بلاشت أحس حالي إنه أنا لقيت حالي في الكاميرا هل بتعتقد إنه الكاميرا هي بتعوض عن الفن بالريشة؟ أه طبعا طبعا أنا حسب رأي بتعوض وهاي إشي وهاي إشي بس هي في لها قوة يعني أنا مش مصور يعني فيه مصور اللي هو مصور فوتوغرافي عادي يعني هو بصور بصور الأشياء كيفية وفيه أشياء اللي هي أرتست يعني أنا بحس حالي إنه أنا مصور فني مش مصور عادي صوير الفن طبعا يقارب التصوير اللي راسم فريشة عسى براية فيش فرق بين عتن مع يعني مع وسائل التواصل الاجتماعي الشديدة والسمارت فون صرف كل إنسان بيقدر يمسك هالتليفون ويصور صور بري هاي كواليتي وينزلها على الإنستجرام وطلقة تفاعل وحتى إحنا منلاقي يعني كل واحد بصور له صورتين حلوين بعمل بيج على فيسبوك وبصير فوتوغرافر أدي هاد الحكي بيأثر عليكم وبيأثر على الجودة تبع تلعامل باتلش في العكس هذا إش منيح حسب رأي إش منيح لأنه هذا إش بتطور والشاطر وش طارته يعني هذا بيخليك أنت تكون تعملي إبداع غير عن الإنستجرام العادي والسمارتفون بصير أنت بديك تعملي أشياء اللي هي أكتر عشان تميزي حالك عن الإنستجرام عن تصوير السمارتفون بصير أنت بديك تشتي كامرة أحسن تستطيع تعملي أشياء أحسن بالعكس في غيري معينة اللي بتخليك تتقدم لأقبام وتوصل لمحلات أعلى بكتير من اللي تعم تفكر فيها حكينا أكتر كيف طورت أدواتك أني أنت كمان درست تخصص جامعي هندسة عمارة أيها أدي أثر هذا الكلام برضو على الحس الفني اللي ممكن يكون عندك في التقاط الصورة بطريقة مختلفة وهو كل كل إشي هو الهندس المعمرية لأنه في الهندس المعمرية هي كلية فنون يعني أنت بتعلم الفن أنت بتتعلم كيف كيف تعمل خطوط كيف تعمل البرسبكتف كنت مبدع في البرسبكتف تعلمنا التكوين التكوين اللي بعلموا اليوم في التصوير في يومين ثلاثة ستنين طويلة الكمبوزيشن اللي هو التكوين في الآخر بتصير عينك هي الكمبوزيشن يعني الكمبوزيشن عادة بيجوا بسوو أنه الكمبوزيشن بعرفش أنت بتعرفي شو عن الكمبوزيشن هو لو هلأ إحنا في عنا صور للمعرض موجودة إذا في مجال نشوف صورة وتشرح لنا عنها أكتر ممكن ممكن هلإحنا فيديو رح يكون شغال طوال وقت إحنا هلأ نحكي مثلا عن هذول الرسمات هذول الرسمات فيهم كمبوزيشن زي ما حكيت فيهم بعد ثالث وأيضا برضو خلال معرض حكيتوا عن بعد رابع هلأ رح نيجيب التفصيل بس هاي مثلا هذه اللوحات هاي كلها التوقيتات عن طريق الكاميرا آه طبعا احكينا عن تكوين الصورة مثلا التكوين هو الميزان الميزان اللي بيعمل دو ديمينشن يعني للصورة هذا تكوين في المعنى الكل اللي على في الفنون اللي هو إشي اللي بيعمل ميزان أنا حسب رأي اللي هو ميزان الواحد بيشوف الصورة مرتاح يعني إذا فيه وزن على الشمال في إشي على المهن اللي بيخلي يعمل له توازن مثلا توازن زي هاي الصورة يعني في هون إشي وفي هون إشي حسب الضوء أنا بعمل التكوين ضوء عندي ما بتحسي اللي هو جاي من ورا يعني دائما قدامي يعني الورا يعني ورا الصورة تبعتي دائما فيه في ضوء أمامي اللي هو بيعمل تري ديميشن يعني بتحسي فيه دو ديميشن للصورة اللي هي دو ديميشن والضوء هو بيكمل تري ديميشن زي هاي الصورة أو زي هاي الصورة يعني بتحسي انه فيه كمان ميزان هيك وفيه كمان ميزان هيك طب هاي الصورة تقطت هيك ولا استعملتوا فوتوشوب أو استعملتوا وبعض الابليكيشنز والتطبيقات لتحسين الصورة لا فش ولا اي فوتوشوب انا ما بس تعمل فوتوشوب يعني ممكن في حالات معينة بس شغلي اكتر تخليق هاي الصورة هيك تصورت يعني 99% من الصور بس تعديل حسب الالوان بلعب بس في الالوان شوي بس في بتعرف التصوير اليوم مش صورة تيك تيك يعني انت في عندك الحمال اللي بحط عليه الكاميرا ومرات الصورة بتاخد وقت اللي هي 3 دقائق صورة واحدة يعني تفتح الكاميرا في فلاتر بس تعملها يعني الماي شفتي ابن شوي فيه ماي زي الحرير الماي هاي صورة في الطنطورة وهاي صورة كما في الطنطورة مشوف انت ماي زي الحرير هاي بيكون صورة اللي اخدت وقت حوالي نص دقيقة لدقيقة مرات دقائقين او 3 دقائق في الليلة او 4 دقائق مرات طب استاذ عصام يعني وانا بطلع صور حاسي حالي انا هلا على البحر كيف قدرت حسسني هذا الشعور بالصورة؟ كيف هاي الجماليات انا بشوفها في عاني وانا بنقل بنقل الصورة اللي انا بشوفها يعني ممكن يروح مصورين اتنين على نفس المحال بس كل مصور شوف اللي اللي حدث او المكان غير شكل انا بحاول اعمل اشي يعني اتري دا منشن في الصورة هاي العين اللي انا بحاول اصويها كل الوقت في الصورتي انو عمل اتري دا منشن وحسب بدخل الضوء في الصورة وعشان هيك اللي بتحس الناس التفتت لها صورتي لانو فيها 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 عامل الثالث اللي عم بجدب الصورة الناس والعين اللي إلها ذكر في معرضك ايضا عن ما يسمى في البعد الرابع ما هو البعد الرابع؟ ذكر عن طريق مرحوم ابو ياسر مانطور الله يرحمه افتتح للمعرض منشي ثلاث سنوات قبل وفاته بثلاث ايام وكان في اني مرض انا سميته الاربع ابعد وحكى على البعد 16 والبعد 17 بس المقصد كان في البعد الرابع اللي انا كنت مستعمله هو ثلاث عباد اللي استحكين عليها اما البعد الرابع هو البعد الروحاني يعني لما انا بروح على الطبيعة بروح بكون لحالي مع الطبيعة يعني انا بحكي مع الطبيعة يعني ممكن اغمض عناي واحكي مع الطبيعة الطبيعة هي القوة العظمة بالنسبة للي كفنان كمصور وهذا هو البعد الرابع اللي أنا بحكي عليه هي علاقتي مع الطبيعة أنا علاقتي اللي بعمل يعني بتعمل تربي الطبيعة للي وهذا هو البعد الرابع اللي أنا بحكي عليه أستاذ عصام أنت بتصور فقط طبيعة ولا في ذاكرة مكانية آثار لنفترض مثلا بما أنه أنت موجود بفلسطين المحتلة أكيد تتعرض لمواقف بيكون في مسيرات بيكون في مظاهرات بيكون في حوادث يعني برضو بتكون متواجب تصورها ولا أنت مختص فقط لا ما بصورها بصور طبيعة بصور بصور أرشيتكت يعني أنا بصور مباني عندي صور مباني يعني بتطور تشوفيها كمان في الفيلم محطوطة في عين مختلفة في عندي صور بصور مرات شغلات فقر محلات فقر في عندي في عندي كمان كان عندي معرض منها زي محلات فقيرة أنا مروح مرات محلات فقيرة مخيمات أو محلات بسيطة أرشفة طبعا هذا كله في عندي صور كتير بس ما بعرضها في المعارض العالمية هاي بعرضها في معارض خاصة لقصص معينة لقصص فلسطينية يعني بتعتقد أن دور الفنان الفوتوغرافي بتجاوز فقط الفن طبعا لأجل الفن وهذا الشي بحذ ذاته رسالة لكن أيضا يعني أنت لما تكون قاعد عم بتصور على سبيل المثال هذه المناطق الفقيرة كم الواحد ممكن من بعد الأجيال الجيلة اللي بعدنا واللي بعدنا يعني ممكن يستفيدوا من هذه الصور حتى يوثقوها سواء إذا بدهم يعملوا وطائقيات أو إذا بدهم يعملوا حتى رسائل مجستير على سبيل المثال وين دوركم أنتوا في هذا التوثيق شو بتعملوا بتصوروا الصورة بتحطوها أونلاين بتعرضوها في مناطق كيف الواحد بيقدر يعني يشوف إيش بتنتجو أغلب أعمالي أغلب أعمالي بعرضها أنا على الفيسبوك عندي ألبومس على الفيسبوك وهي الأعمال الصور المحلات الفقيرة أمعك عليها ومشوفوها ناس في كتير ناس بتشوفها وبتطم مني أجي أعمل مرض هون أو هون يعني هاي الطريقة اللي أنا بقدر أعرض فيها الأعمال هاي وفي حدا بقدر مثلا إذا حب أن يأخذ الصورة يستأزينك بتقدر تتفق أنت وياه مثلا أنا بدي أخده لفيلم أو أنا بدي أخده يعني ممكن يصير فيه تواصل معك طبعا أنت موجود على الفيسبوك تبعك أنت بتديره طبعا كل وقت فيه تواصل أنا بمنع أي واحد يستعمل صوري من غير الانتبعي طبعا بس كل يوم يعني فيش حدا اللي بيطلب شغلي أو حتى مشترة أو حتى إشي معايد تاني يعني يوميا فيه تواصل معناس وين بتسجلهم حتى تحفظ الملكية تبعتك للصورة الصور الرئيسية هي صور كبير يفي حجم كبير كلها موجودة عندي عندي على ديسكات كتيري في الفيسبوك طبعا منحط إحنا صور صغير اللي ما بتنفعش حتى للطباعة بس بنفع على الشاشة أو لسمارتفون أو إشي منها إزاي بس ما بيضع الواحد يطبعها الصور الأصلية كلها محفوظة عندي محفوظة عندي في البيت أستاذ عصام أنت لأمتى قاعد بالأردن؟ أنا مضبوط لليوم لليوم آخر يوم شو شفت بالأردن؟ إيش الأماكن اللي روح تزرتها؟ كيف كانت زيارتك؟ والله المضبوط يعني كل ما أجي على الأردن عم بتفاجئ أكتر بشوفه أشياء أكتر يعني العمار اللي عم بيسير في الأردن يعني إشي مش طبيعي يعني فايخ كل التخيلات تبعتي الأردن ما عرفش هي متقدمة كتير يعني ما عرفش أديش الناس عايش مبسوطة هنا بس زورت أماكن طبيعية؟ طبعا زورت بس تفقت مع عدة أنسات قبلتها في الأيامات الأخيرة والنوادي التصويرين نعمل فعاليات قريبة إن شاء الله في ودي رام وفي البطرة بدي يكون في مع النادي للتصوير الأردني بدي يكون في فعالي ورشات عمل في ودي رام إن شاء الله قريبا يعني بشهر بعد رمضان نباليش فيها شكرا جزيلا إلاك وشكرا جزيلا لوجودك معنا من ضل يعني دائما 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 الصورة بقولوا هيك إنها بتحكي عن ألف كلمة إذا كانت متقنة ومميزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة